اشتركوا في القناة في القناة المساء رح ينتقل له برج الأسد يعني في عنا خلو مسار اليوم بالنسبة للقمر الآن موجود في منزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 11 و28 دقيقة من ظهر اليوم الأحد لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو طبعا القمر بما أنه موجود في برج السرطان لغاية ساعات المساء معناته منشعر بقوة العاطفة منحاول خلق جو من الأمان إنه لا أحبائنا من ميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يذرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا لأنه بالفترة هاي منشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب بانتقاد الغير نظرا لأنه حساسيتهم بتكون في أوجهه في هاي الفترة بوسعنا الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالعقارات يعني مثل شراء بيت استعجار بيت صيانة بيت الاهتمام بالمسائل العائلية أو زراعة نبتة أو شجيرة الانتبه أكثر لأطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اليوم في عنا زاوية جديدة ظهرت على الساحة وهي زاوية خطيرة هي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين نبتن وهي تأثيراتها من اليوم 11-12 ورح تستمر تأثيراتها لغاية يوم 18-12 ذروتها يوم 14-12 للساعة 5.9 دقائق مساء هاي زاوية بتجعل البعض يعيش في أوهام من نسج خياله بعيد عن الواقع وبرضو هاي الفترة الأحلام وأضغاث الأحلام والأوهام والأفكار السودة والخيال الخصب والشك والغيرة هاي كلها بتكثر بشكل كبير اللي هي من 11-12 لغاية 18-12 أما دوليا فهاي بتدل على عدم استقرار على المستوى السياسي في حكومة ما ومشاكل إلها علاقة بالقطاع البحري ربما غرق بعض السفن أو البواخر أو مشاكل إلها علاقة بالسوائل إجمالا وبتزيد من نفوذ بعض الجماعات المتطرفة المعارضة للحكومة أو التعرض لبعض الظواهر البحرية كالفيضنات والطفان والغرق الأشياء هاي وربما يكون هناك تسرب للغاز أو حوادث تسمم جماعية وكذلك ارتفاع في أسعار النفط أو مشاكل بتتعلق في هذا المجال اللي هي علاقة بالنفط أو بالغاز أو بالأمور هاي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية اللي بين الزهرة وبين المشتري وهاي تأثيراتها لليوم آخر يوم لا إلها طبعا هاي زاوية بتعزز الشعور لدى البعض بالحاجة لإثبات حضورهم وغالبا بيفشلوا في ذلك وبالدل على مشاكل مالية بتتعرض لها المؤسسات المالية والبنكية في بلد ما بسبب البذخ في المصاريف والتبذير وسوى التدبير وبرضه الميزان التجاري بيعرف بعض العجز في التجارة الخارجية بسبب التباين الكبير بين قيم الصادرات والواردات وعلى المستوى الفني بيتم تضييع الكثير من الأموال في الدعاية لمنتوجات ومع ذلك ما بتتلاقى الاستحسان المطلوب لدى الجماهير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين زحل وهاي تأثيراتها لغاية يوم 17-12 طبعا ذروتها يوم 12-12 هاي زاوية بتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسئولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس منفصلة إيجابية بين المشتري وبين بلوتو وتأثيراتها لغاية يوم 16-12 هاي زاوية بتزيد من نمو الأموال والأملاك وبتزيد من كرمنا ولكن ممكن أنها تسبب لنا الإحساس بالكآبة أو الميل للإعجاب بالذات أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم راح تكون ذروتها أو تتشكل اليوم أول زاوية هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون وطبعا هاي تأثيراتها من ساعات منتصف الليل أو بدأ تأثيراتها أساسا مع موعد بث الحلقة ولكن بتزداد لغاية ساعات الصباح اللي هي ذروتها ساعة 5 و18 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش وبتستمر تأثيراتها لغاية ساعات المساء هاي زاوية بتعزز الخيال الخصب وأبيق والحدث وعليه فن وأكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين بلوتو وهي طبعا ذروتها الساعة 2 و10 دقائق عصرا بتوقيت جرينيش يعني تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري وهاي ذروتها الساعة 6 و48 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش يعني تأثيراتها من ساعات الصباح ولغاية ساعات ما بعد منتصف ليل الأحد على الاثنين منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومن حاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني مثلا وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة 6 و48 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش ورح يستمر حتى تمام الساعة 8 و8 دقائق مساء بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر ويستقر في برج الأسد هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 8 و8 دقائق مساء بتوقيت جرينيش القمر خلاص بنتقل ويستقر في برج الأسد عشان هيك بيكون الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من ناحيتين المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال واستثمار واقتناع حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لا إلا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا طيلة النهار ولغاية ساعات المساء المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب الصفاق وهدولة طبعا هدولة الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لهم العناية الإضافية ونبعد عن العمليات الجراحية اللي بتتعلق فيهم أما في ساعات المساء بصير عنا الأعضاء الأكثر حساسية القلب والشريان الأورطي الدورة الدموية وضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان هدولة بصيروا أكثر حساسية طبعا بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية لأنه خلصا حسر اكتماله قمر ولكن دون الأعضاء اللي ذكرناها إلا إذا كانت عملية اضطرارية هذا اليوم ما زال غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن ولكن الجراحة ما فيها أي مشاكل برضو يصلح لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يستقر في برج الأسد معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء ثلاثة عشر عشر بيبدأ خلو المسار الساعة ثلاثة وواحد واربعين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى اليوم التالي اللي هو يوم الأربعاء أربعتاش اتناش لغاية الساعة ثمانية وخمس واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر ويستقر يوم الأربعاء في برج العذرة بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب اليوم عمره ثمنتاشر يوم الآن في تمام الساعة أربعة واربع وعشرين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش بيصير عمره تساعتاشر يوم نسبة الإضاءة بتصير خمسة وثمانين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم واحد وعشرين اتناعش منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية القمر في برج السرطان وفي ساعات المساء رح ينتقل لبرج الأسد هو الآن يعني سعيد بنسبة ستين في المية بعد منتصف الليل بصير سعيد بنسبة سبعين في المية في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية عطارد في الجدي حتى يوم تسعة وعشرين اتناعش الآن هو سعيد بنسبة 30% في ساعة المساء بصير سعيد بنسبة 60% الزهرة في الجدي حتى يوم 3-1 ما زالت منتحسة بنسبة 10% المريخ في الجوزاء بيتراجح حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الحوت لغاية يوم 20-12 منتحس بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور بيتراجح حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% ونبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما أوليد برج الحمل طبعا اليوم بتنهمكوا في أمور إلها صلة بالبيت والعائلة أهم إش أنكم أتحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم تقدروا اليوم برضو تخصصوا فترة لا بأس فيها من وقتكم للاهتمام بمتطلبات العائلة الجو العام ضاغط والمسؤوليات كبيرة وممكن تكون اليوم على موعد فيه ارتباط مهم فما بجوز الفشل وبرضو في بعض المصاريف المنزلية أما في ساعات المساء بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباءكم بتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات بها بتصير الأجواء إيجابية وداعمة بشكل قوي برج الثور بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر صبرا على الطرقات ويعتبر هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان بتتمتعوا بطاقة فكرية وجسدية كبيرة جدا دافعوا عن مبادئكم ولكن بليوني ودبلوماسية انتبهوا لكلامكم واحفظوا خط الرجعة في بعض المسائل اليوم رح تتم بعض اللقاءات او الاجتماعات ورح يكون في عمل مفيد ومهم بتتخذ خلاله بعض القرارات المهمة اما في ساعات المساء فهون التركيز رح يصير على البيت وعلى العائلة فبتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية وممكن يطرأ عطل منزلي او حدث عائلي بيلفت الانتباه برج الجوزاء طبعا ما زالت الاجواء بتحملكم فرصة لمكسب مالي بيجي على الاغلب من عمل اضافي منكم اشخاص ممكن يستردوا اموال بتعودلهم او يحصلوا على هدية اهم شي انكو تخففوا من النفقات بتميلوا للتفاوض والمساومة وبتنشطوا بالرحلات والاتصالات واليوم تتجرؤوا في النقاش في اي موضوع تعتبر فترة مناسبة لبحث مواضيع مهمة ولا تقديم الامتحانات ولا المطالبة بحقك اهم اشي يعني حاول انك تمارس صلاحياتك اما في ساعات المساء فبتنشطوا بالدراسة بالسفر بالاتصالات ولكن بتكونوا اكثر وعيا على الطرقات برج السرطان طبعا اليوم ما زال عندكم نشاطة عالي جدا وحيوية وقدرة على انجاز الكثير من مشاغلكم اهم شيكما تترددوا في فرض وجهة نظركم ممكن اليوم تحققوا انتصار او تظهروا مزايا رائعة بتلفت انظار الجميع وتعتبر فترة ايجابية حاولوا انكم تستغلوها طبعا الاجواء داعمة وممكن يصير في نوع من انواع الدعم الخارجي وربما بعض الاهتمامات المالية زي قروض او ديون في صفحة او قرار جديد خلال هذا اليوم اما في ساعات المساء هنا بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ولكن بتكو تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية ويحرصوا على مالكم من الضياع او السرقة برج الاسد طبعا التعب ما زال مسيطر عليكم لان القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات المساء فعشان هيك من الان ولساعات المساء انجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل واخلدوا للراحة بتكونوا مرهقين وقليلين الحماسة ممكن انك بتنتظر جواب لانه يعني حاول انه ما تكون مطمئن او متفائل كثير لانه الظروف فارغة من اي دعم بتهدأ الاجواء وبتخف وطيرتك حتى الركود اهمش انك ما تستعجل اي امر عشان ما تخيب امالك وحاذروا من بعض التراجع الصحي اما من ساعات المساء بتمتلقوا نشاط لانه القمر خلص بنتقل عندكم ففي نشاط وفي حيوية بتنقلب بعض الخيارات وبتصير يعني بتتناسب مع وضعك الحالي وبتمتعوا بالقدرة على قلب المعطيات لصالحكم خلال هذا اليوم برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء ومنكم اشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ولكن بك تتجنب انتقاد احدهم اليوم في فرصة مناسبة لحجد التأييد والدعم وتعتبر هاي الفترة مناسبة لطلب استشارة او تأييد احدهم انت بتمتلك اليوم القدرة على التواصل بناء ومن الضروري حجد الدعم حاليا او لعب دور بناء اما في ساعات المساء فها رح تدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم من الانتباه اكثر لصحتكم لان الخمر بصير في بيت المتعد اهم شيء انه خلال الفترة القادمة او الايام القادمة لا توقعوا على عقد وما تحسموا امر لانها تعتبر فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ لغاية صباح يوم الاربع برج الميزان بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين وبوسعكم اثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم ويعتبر هذا يوم مناسب للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ممكن يحملك هذا اليوم مسألة شخصية بتسبب لك بعض الخلق او عبئ بيتعلق بالمنزل او باحد افراد العائلة اهمش انك ما تجازف باستقرارك ومعنوياتك وخصوصا الاجواء الشخصية فبدك تهدئ من روعك يعني الاجواء شوي فيها بعض التوتر او الخلافات اما من ساعات المسافة وانا بتنشطوا بين الاصدقاء ومنكم اشخاص ممكن يشاركوا في حفل او مناسبة سعيدة برج العقرب اليوم بتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر والاتصال اللي بعيد ولكن بتكونوا اكثر صبرا اثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة ممكن تفرح لانفراج او حل مسألة ضاغطة تعتبر فترة جيدة ومنعشة للعلاقات والتحالفات ولكن بدك تكون حذر من المتاعب والوعكات الصحية اما في ساعات المساء بتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ويعتبر يوم مناسب للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن بدكوا تتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الاجواء برج القوس ابتنهمكوا في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات ولكن برضو اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مصدر شراكة او تعويض وسارعوا لتصحيح الاخطاء واستعادة ثقة الاخرين اهمش انك ما تسمح للخلافات بانها تكبر وتتأزم اكثر لا سيما مع الاحبة ناقش وفاوض وما تتهرب من مواجهة الامر الواقع عبر عن رأيك بهدوء وما تستفز احد اما في ساعات المساء بتنشطوا في امور العلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة ولكن بتكونوا اكثر وعيا على الطرقات خاصة اثناء قيادة السيارة بين المدن برج الجدي بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة ولكن بكتب حث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاء العمل والعاطفة تعتبر هاي فترة متوترة ممكن تتورط في ازم ما او تضطر للابطاء بمسار بعض الامور او الخطوط او تغير نمط معين اهم شي انك ما توجه انتقادات او اي انتقاد لاي شخص في فترة ساعات المساء بتعيدوا تنظيم اموركم المالية المشتركة وبتقدروا تنجزوا الواجبات ولكن حاولوا انك تنجزوها بدقة حتى ولو كثرت حاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالامور الثانوية برج الدلو بيتراكم العمل لديكم عشان هيك بتكوا تحاولوا انجاز ما بوسعكم من عمل دون اهمال صحتكم وحاولوا انكم ما تدخلوا في اي مواجهة مع زميل بتكثر لقاءات والاجتماعات وممكن تحضروا لورشة عمل او تهتموا بموضوع صحي بتكثر المسؤوليات والالتزامات على انواعها فعشان هيك بدك تكون حريص على عملك وتباكر اليه اما من ساعات الصباح بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بتكونوا اكثر تفاهما لوجهة نظر الشركاء سواء في العمل او في العاطفة وحاذروا من الخلافات وما ضخموا الامور برج الحوت بتشتد رغبتكم في التقرب من احباكم وتعزيز العلاقة معهم خلال هذا اليوم فعشان هيك بدكوا تحاولوا تفاهم وجهة نظرهم وما تبالغوا في طلباتكم منهم بتحتفلوا بانجاز او انتصار وبتنموا بعض العلاقات وبتزدهر تعتبر فترة مثمرة وكثير الانشغالات راح تكون فيها يعني في عندك بعض التحركات وتعتبر هاي فترة فيها حظ ونجاح وتقدم اما في ساعة المساء فهنا القمر بصير في البيت السادس فابتكوا تنتبهوا لصحتكم اكثر ممكن يتراكم العمل اكثر من المعتاد وتجدوا صعوبة في انجاز الكثير من اعمالكم خلال هذا اليوم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشهد انه شيء ترجمة نانسي قنقر